أبو زينب الخالصي وكل شهداء الذين عرفناهم في ساحة الوغاة تجمعهم صفة واحدة تجدها عند الشهيد القائد قائد النص سليماني والشهيد الكبير أبو مهد المهندس والشهيد أبو زينب الخالصي وكل الشهداء القادر رضوان الله تعالى عليهم هو الصدق مع الله الإخلاص لله عندما تتوفر هذه الصفة الصدق والإخلاص الله سبحانه وتعالى يهب لك كل الأمور بالأخرى يهب لك الثبات والاستقامة والإصرار والاستقامة في هذا الطريق اليوم نحن المشكلة وقعا عنها أبو زينب مثال للزهد ومثال للصدق ومثال الإخلاص روح يمن ندردش كان يرشدنا كان يثبتنا والله أنا بالنسبة لي أبو زينب كان أعتبره قائد ألجأ إليه عند المهنة وعند الصعوبة هذا البناء الشامخ اللي بناه حاج قاسم سليماني وأبو مهد المهندس وأبو زينب الخالصي والأخوة الشهداء الأحياء هذا هو الذي وقف بفخر واعتزاز أمام الحملة الداعشية واستطاعهم أن يحولوا ذلك الحلم إلى حقيقة ويحطف هذا النصر العظيم ويحول الأزمة إلى فرصة كبيرة ترجمة نانسي قنقر